السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حنشرح معنا الفوركاست أول شيء ما عن الفوركاست هو عملية التنبؤ للمستقبل استناداً إلى بعض البيانات طبعاً فين الفوركاست أنواع والحساب وأنواع مر كثيرة؟ هذه أكثر أربعة مشهورة النايب Symbol Moving Average Weighted Moving Average والExperential Smoothing اليوم حوضح لكم كيف تتم عملية حساب Experential Smoothing يتم حسابها عن طريق هذا القانون أول شيء الفوركاست اللي نحن بنحسبه Equal Last Barrier Forecast Plus الألفة Go's Last Barrier Actual Demand Minus Last Barrier Forecast طبعاً هنا شرحنا القانون بس باقي الألفة إيش معنى الألفة؟ الألفة تمثل الweight للأكشوال فاليو الأخيرة وهي تقع بين الصفر والواحد كل ما كانت قريباً من الواحد كل ما أنت تعطي ويت أكثر للأكشوال فاليو طيب هنا حنعطي المثال لتطبيق هذا القانون أول شيء يعطي الكوارتر 1, 2, 3, 4, 5 الأكشوال سيرز 1, 8, 0, 1, 6, 8, 1, 5, 9, 1, 7, 5 بعدها نحسبه للألفة 0.1 و 0.5 طيب أول شيء نطبيق هذا القانون أول شيء عشان نحسب الفوركاست الفوركاست اللي لقى للبريفيس كوارتر 1, 7, 5 plus alpha, 0.1 الأكشوال سيرز للبريفيس كوارتر 1, 8, 0 minus الفوركاست للبريفيس كوارتر 1, 7, 5 طيب هنطبط القانون هتطلع 1, 7, 5, 0.5 طيب نرجع نطبق القانون الثاني للسكند كوارتر هنقول أول شيء البريفيس البريفيس فوركاست 1, 7, 5 plus alpha, 0.1 الأكشوال سيرز 1, 6, 8 minus الفوركاست حق البريفيس كوارتر 1, 7, 5, 0.5 هنعوضوا بالقانون هيطلع 1, 7, 4, 0.5 1, 7, 5 طيب هنطبق القانون على الباقي هنا هيطلع 1, 7, 3, 0.1, 7, 1, 7, 5 والأخير هتطلع 1, 7, 3, 0.3, 6 طيب نفس القانون نطبقه للإكسبونيشيا السموذين alpha.5 قلنا أول شيء البريفيس كوارتر البريفيس كوارتر البريفيس كوارتر 1, 7, 5 بلسة الألفة هنا هتصير 0.5 مضروبة في الأكشوال 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 للبريفيس كوارتر 1, 8, 0 منس الفوركاست للبريفيس كوارتر اللي هو 1, 7, 5 هنعوض في القانون هتطلع 1, 7, 7, 5 0.5 طيب نعوض اللي بعدها طبعا بنفس القانون بنفس كل شيء هتطلع هنا 1, 7, 2, 0.75 واللي بعدها 1, 6, 5 point 8 7 طيب واللي بعدها 1, 7 0 point 4 4 طيب هنا الجراف أو شيء الكوارتر 1, 2, 3, 4, 5 وهنا الديمان اللون الأخضر الأكشون اللون الأحمر alpha, 0.5 اللون الأزرق alpha, 0.1 هنا هنلاحق كل ما أقلت الألفة 0.1 بالأزرق صارت smoothing أكثر والإفكت قلي وكل ما زاد الألفة صار non smoothing والإفكت زاد